السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأولا أنا أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن هنا المدرسة الربانية وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام ألف واربعمائة واربعين ووقفنا وقفه هل قلبك حي والأسئلة هل تحب الله بكل قلبك هل تخاف من الله بكل قلبك هل ترجو الله بكل قلبك هل أنت راض بالله فلا تبالي بما أخذ وما ذهب وما أعطي وما صلب هل قلبك يرطب بذكر الله هل قلبك يوجل عند ذكر الله هل قلبك يطمئن بذكر الله ثلاثة دول مع بعض الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله هي دي إن آيات القرآن يا جماعة وذكر الله سائق وحاد إيه الفرق بين السائق والحادي السائق من وراك بيزوءك سائق بيسوء الحادي قدامك بيقولك تعالى تعالى امشي فالآيات الرجاء حادي يحدوك آيات الخوف سائق بيسوءك عشان كده ابن القيم قال إيه وقد خلق النار وقد خلق الله الجنة برحمته وخلق النار برحمته فهي سوته الذي يسوء به عباده إلى جنته يبقى النار رحمة من ربنا لما بيذكرك ربنا بالنار ويهددك بالنار دي سائق بيقولك امشي لدخلك جهنم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا زغط زغط الآيات التانية بقى اللي فيها أسماء الله وصفاته آيات الرحمة آيات الوعود بالجنة وصف الجنة دي اسماء حادي يحدوك بيشيلك بيشجعك الناس اللي بتحب التشجيع بيقولك شجعني أصلا أنا باقي بالتشجيع ما بيجيش بالشد من زمن آله العبده يقرأ بالعصى والحر تكفيه المقال فلما ما تكفيكش المقالة يبقى يبقى هي دي القضية اللي ما يجيش بآيات الرجاء بآيات وصف حب الله بآيات الجنة طب خدنا أرباء عشان تيجي فلذلك هم الثلاثة دول مرتبطين هل قلبك يرطه بذكر الله يطمئنه بذكر الله يوجل عند ذكر الله هي دي علامة حياة القلب ها قلبك ده بيتحرك بينط بي ها عايزين نشوف كده ركز معي هل قلبك مخبط خاشع منيب مخبل منشرح لشرع الله بمعنى أنا لما أقولك دلوقتي إن عايزين اللي لدي بعد إذنكم نصلي المغرب بصورة الأعراف زي ما النبي صلى صلى الله صلى الله واحد يقول يا عم الشيخ وده وقته معلش أنا ما بقولك نصلي بالأعراف الأعراف جزء ربعين عشر تربع رسول صلى بيها وشي في العلماء يقولوا ايه أن الرسول صلى بها صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب صلى بها الحديث كده صلى بها في صلاة المغرب جميعا فقال ايه قالوا بعض الشراح الحديث قالوا جميعا يعني صلى بيها في الركعة الولينية وصلى بيها تاني في الركعة التانية جزء ربعين عشر تربع في الركعة الولينية وعشر تربع في الركعة التانية أنت صدرك ينشرح لكده وانا قلتلكم قبل كده كلمة أحد السلف من انتظر أن تواتيه نفسه على الخير عفوا فسوف يطول انتظاره فلابد أن نحمل أنفسنا على الخير قصرا هي دي اللي انتظر يقولك تقوله تصدق قولك ان شاء الله بس لما يبقى معاه إرشين كويسين كده وابقى فاي كده هتصدق هتصدق صدق جمد على الفكرة عمره ما هيتصدق ده هي كل يوم جاي بهمومه لما تيجي تقوله نقوم الليلادي بقى كده نعمل ختمة في الليلادي يقولك لا بس أبقى يوم كده نايم بالنهار ومريح كده واخد وعمل حسابي يبقى عشان أقوم بقى وانا فاي عمره ما هيقوم لابد أن نحمي لأنفسنا على الخير قسرا أنا بسألك صدرك بينشرح لشرع الله لما أقولك تصدق النهاردة تقول انت شايف الظروف وحد لقي هو ده صدره ما بينشرح التاني بقى يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص خصاص لو مش لا يأكل هيتصدق هيتصدق ده اللي بيحب وينشرح صدره لشرع ربنا ابن القيم بيقول إيه في الحكمة من فرض العبادة بيقول الناس تكلموا في قضية إذا كان ربنا ما بيستفيدش من عبادتنا أم ما الفرض علينا العبادة ليه ربنا لا يستفيد من العبادة لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء ما الفرض علينا العبادة ليه فرض فرض أنك تصلي خمس أوقات في اليوم ليه ليه اتكلم عن الحكمة أن الإنسان بأصل خلقة قلبه محتاج لهذه العبادة أشد من احتياج العين إلى نورها ومن الجسد إلى الروح الله الله إنت أصلا القضية ربنا مش محتاج منك حاجة هو الغني عام لكن إنت محتاج وعندنا نتكلم بقى عن العبادات وإحتاجها فبيقول إيه أما الصدقة فعجر من العجب وإن لذة العطاء أعظم من لذة الأخذ قال لك الصدقة دي عجب من العجب وإلي بيدي مستمتع أكتر منه عشان كده الرسول صلي عليه قال صلى الله واليد العليا خير من اليد السفر هي دي أنت مستمتع هل قلبك منشرح لشرع الله هل قلبك تائب أم أنه مصير هل قلبك متكبر معجب مغرور أعيز أسألك أنت معجب بنفسك السايف نفسك شويتين بتلكم قبل كده سيدنا النبي صلى الله ما كانش شايف نفسه خالص وذكرتلكم الموقفين فاكرين أنه لما قال لن ينجي أحدكم عمله قالوا ولا أنت قال ولا أنا لو شايف نفسه كان قال لهم لا أنت ملكوا مالي أنا لس هيئاتكم زي ما قلتلكم كده لو الشيخ فلان بيقولك ها أنت قريت كم جزء النهاردة أنت صليت كم رجع النهاردة أنت صدقت آخر مرة إمتى فأنت قلت له وإنت يا شيخ أنت أريكم جزء النهاردة يا شيخ يوم الشيخ يقولك هي يا ولد أنت تربط حمرتك جنب حمرت العمدة سيدنا نبي ما قال لهم شي كده ما كانش شايف نفسه أنه قال لهم لا لستم كهيئتي أنا عبد قد غفر لي ما تقدم من ذنبي ولو قال لصدق صح ولا لا أنا أول من يحرك حلق الجنة آدم والنبيون خلفي ما تقوليش لن يدخل أحدكم الجنة العمال ما تقوليش أنا لو كانش شايف نفسه لكن ما كانش شايف نفسه لما قالوله ولا أنت قال ولا أنا لما قال السيدة عائسة رضي الله عنها أجاءك شيطانك قالت حتى أنت معك شيطان قال حتى أنت ده النبي يا عم صلي عليك يا عم سمعني الصلاة يا عم ارحم نفسك وصلي عن نبي ما كانش شايف نفسه خالص خالص عشان كده العلماء قالوا في العجب وما تتخرب قل عبد بهذا الأمر فقل لما يخرج من رأسه أدام أدام بتلي الإنسان بالعجب معجب بنفسه فمن يهديه من بعد الله صعب جدا أنه طلعها من دماغه لما سألك طب أنت معجب بإيه معجب بإيه كان آية من آيات الله في الحفظ وطلب العلم والزكاء كان عنده ذكاء عجيب جدا ابن حزم بدأ يتعلم هو عنده 35 سنة وما كانش له شيخ ما أعجش تحت رجلين شيخ جاب كتب كده وقعد يقرأ عشان كده العلماء ما بيعدهوش في الإجماع ده معلم نفسه ده ما ينفعش علمه العلم اللي يعتمد اللي علمه الشيوخ الإنسان اللي قعد تحت رجلين الشيخ وسمع منه وفهم هو ده اللي يتخذ منه أما اللي أرى من الكتب وأرى على النت ده لا يؤخذ منه المهم يعني مش موضوعنا دلوقتي لكن ابن حزم ده في كتابه ده وقت النفوس بيقول إيه إن هو ابتلي بشيء من هذا معجب معجب بكده يعني بيذكر عن نفسه فقال فابتليت ليلة بحمة فنسيت كل ما حفظت هي إيه ليلة واحدة جت له حمة شوكية نسي كل اللي في دماغه هو ده اللي معجب بنفسه إنه بيحفظ ولا بيتعلم ولا دماغه كبيرة هي ساعة سخنية تضيع اللي في الماء أي حاجة أنت مواجب بفلوس يا مناس فلوسهم راحت في لحظة واحدة وحكيت لكم القصة دي مئات المرات خدها رقم 199 99 ها إن الراجل كان يملك أملاك لا تعد ولا تحصن وعنده في اللات وخصور في روما وفي باريس وفي لندن وما تقول حياته والقصور والقصور والأمور هي دي السؤال اللي بسألولك دايما إمتى آخر مرة قاعد لوحدك كده وحسيت إنك نفسك تشوف ربنا إمتى واشوف وجه الله الكريم بقى ففاضت عيناك بالبكاء شوقا لرؤية وجه الله إمتى حصلت معك دي آخر مرة شوق لرؤية وجه الله الكريم عايز أسألك بقى هل في قلبك رياء وحب شهرة وتطلع إلى التصدر هل قلبك مشهون بهم الآخرة أم هم الدنيا الطاغي هل في قلبك حب يشغلك عن حب الله أنا عايزك تركز في الأسئلة دي وما تبقاش إنسان سلبي السلبي اللي بيقول معرفش الإنسان الإيجابي هل ينا نتكلم بلغة العصر بقى الإيجابي لما تسأله سؤال يعرف يجاوب عليه أنا عايز إيجابة على الأسئلة دي عشان نقدر نمشي ربنا أسيبك فرصة وقابلك في الحلقة التانية بسرعة يلا عشان تجاوب لي على بقية الأسئلة لسه معنا كمان شرطت الأسئلة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة